موسيقى بلوك نوت لليوم مشاهدينا البداية راح تكون مع تالت مؤتمر حول اللغات والترجمة عامة نظموا كلية اللغات بجامعة القديس يوسف وبطاولتين مستديرتين أو تبلغون لحكو في موضوعين تعميم اللغات والترجمة الأدبية كيف ترجمة منيحة طاولتين مستديرتين دكتور نادين رياشي حداد هي ضيفتنا اليوم لتخبرنا تفاصيل حول المؤتمر ودكتور نادين هي نائب عامة كلية اللغات بجامعة القديس يوسف وعم بتشاركي كمان بهالطاولات صحية صباح الخير أهلا وسهلا فيك بداية هذا الثالث مؤتمر أنتوا كنتوا يعني عملتوا مثل سلسلة مؤتمرات مع افتتاحها الكلية جديدة بجامعة القديس يوسف عملتوا سلسلة مؤتمرات شو كانوا المواضيع اللي قبل كانوا متشبهين نحن بهذا الإطار يعني العلاقة بين اللغات والترجمة هيدا تالث مؤتمر مننا عملو أول واحد كان بسنة 2009 كان اسمه ميدوزامور أو يا خليليا تاني واحد 2011 كان اسمه ليازون دانجوروز أو العلاقات المشبوهة إذا بدك بين اللغات والترجمة الهدف منه هو التوعي على هذا الشيء أنه لازم أكيد فيه في نقاط مشتركة بين الاثنين بس لازم نقدر كمان قد ما فينا نفصل ونميز بين الاثنين يعني لازم تواحد يكون مترجم جيد ويؤدي ترجمات كمان حاسمة نحافظ على رحيتنا نحن 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 من اللغتين لغات المصدر واللغة الهدف بس ما هذا الشيء ما بيعني أنه لازم يقدر يعلم مثلا اللغات أو يقدر يعلم اللغات فيا الترجمة يعني حبينا نفصل بين هالشيء وبهل بهالإطار هيدا كلية اللغات خلقت سنة الماضي بـ 2012 وتنعاش وتنقدر نعمل تكوين أو إعداد بالكورسوس لسانس ماستير دكتوراء باللغات الحية يعني فصلنا بين إعداد في الترجمة والإعداد في اللغات الحية بهالهدف هيدا اليوم نهار الجمعة لحيكون في مؤتمر حول هيدا الموضوع ومثل ما قلت لحيكون في طاولتين مستدينة لماذا اختيار هالموضوعين يعني تعميم اللغات وشو المقصود بتعميم اللغات وترجمين تعليم اللغات تعليم 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 يكون كل التعليم اللغات مرتبط بهذا الإطار. وشو هي المناهج اللي عم نستعملها اليوم ميشين تعليم اللغات. ومين معنى بي بها طاولة المستديرة بهذا الموضوع؟ بها الأول طاولة المستديرة لحيكون فيه مسؤولين من معاهد التربية يعني الانستيتيتو كولتوريل من عدة معاهد بلبنان. يعني عنا مدير المعهد الفرنسي الانستيتيتو فرنسي اللي هو موسيو أوريليان لشوفاليير. ولحيكون عنا مندوبين من المعهد الإيطالي والمعهد السيرفانتس الإسباني. لحيكون عنا كمان شخص جاية من الـ CNRS يعني هو الـ Centre National de Recherche Scientific في فرنسا. وعميد سابق لكلية اللغات في جامعة كاستيلا منشا. وأنا ميشين الـ USG هون بلبنان. ولحيكون مثل ما قلت لك هالموضوع الأساسي هو كيف منعلم اللغات اليوم وشو هي المناهج أو طرق تعليم الترجم اليوم. وهل شو الرابط بالـ COCR والمناهج المستعملة اليوم. شو هي الخلاصة اللي بتطلعوا منها بعد هك طويلة مستدليلة؟ بفتكر يعني اللي لازم نركز فيه أكتر شي هو أنه ما لازم يكون شي دوغماتيك يعني فيه بس إطار واحد وخلص ولا غير أو بس منهجية واحدة وخلص ولا غير. لازم واحد يكون فيه كتير فلكسبيلتة يعني لويونة وتتأقلم مع طالب ومع الجروب المجموعة اللي عم بتعلميها. يعني فيه مع جروب معين ممكن تستخدم منهجية معينة وما تنسب هالمنهجية مع جروب التاني. يعني هالتأقلم وهالانفتاح على الآخر ومعرفة كل الطرق. مش أنت تقدري بالنتيجة أنت تستخلص المنهجية الأنسب لصفيك. طيب مدرى المراكز الثقافية اللي حيكونوا موجودين كالإيطاليا الفرنسي أو الإسباني. شو بقدروا يهدفوا على مواضيع مثل تعليم اللغات؟ نعم لحيه هني يحكوا. يعني من نهاية هذا مش اختصاص هني كاختصاص كلغة. لا صحيح بس لحيكون هني مندوب هني المسؤولين عن الكونسي بيداجوجيك يعني المسؤولين عن طريق التعليم اللغات. ولحي يحكونا يخبرونا عن خبرتهم هني بتعليم الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية. تنشوف شو هنه النقاط المشتركة بين اللغات. طاولة المستديرة الثانية هي عن الترجمة الأدبية. صحيح. يمكن من أكتر المواضيع اللي بنحكي فيها عن دقة الترجمة والحفاظ على روحية النص وعلى معنى الأديب إلى ما هنالك. شو مين رح يشارك فيها؟ بهالطاولة هايدي حبينا أنه نفرج وجهات النظر المختلفة. يعني لحيكون في الأدباء في يقول مثلا السيدة أميلي ناصر الله والسيد ياسين رفعية. هنه بمثل أديب يعني وقتا يكتب الرواية تابعه شو الشعور أو عشو بيرتكز. وبعدين لحيكون في المترجم. عنا مترجم السيد هارموت فاندريش. هو مترجم ألماني وترجم أكتر من خمسين رواية أو كتاب عربية من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية. لحيحكينا عن خبرته بهالميدان هيدا. عنا مسؤولين عن دور نشر. كمان كيف دور النشر بيتعامل وقتا يكون فيه موضوع الترجمة، ترجمة أدبية. عنا السيدة رانا دريس والسيد سليمان بغتي. وعنا مسؤولين عن إعداد المترجم تقدر يتمكن من هالترجمة الأدبية. عنا ثلاثة يحاوروا. عنا السيدة جينة أبو فاضل سعدي. هي مديرة مدرسة الترجمة بيروت في جامعة قديس يوسف. عنا السيد لويس ميغيل بيريس كانيادا. هو مسؤول عن مدير ترجمة تولايتلا. كمان للترجمة. وعنا السيد أو البروفيسور أنريا ويسي. اللي هو عميد كلية اللغات في جامعة القديس يوسف. يعني كلهم كمان لحيشاركوا بهالموضوع هيدا. بهالكلية اللغات فيه هالنوع من الاختصاص. يعني إعداد المترجم إلى أن يصبح مترجم أدبي. شو تفرق عن غير ترجمات؟ هيدا سؤال هكي. هي قبل ما نصير كلية لغات. اسمنا كان معهد اللغات والترجمة. داخل هالمعهد كان عنا فرع لغات. وفرع أو مش فرع. هي مدرسة الترجمة بيروت اللي هي بتحضر إعداد المترجمين. هلأ بعد 2012 وقتا صرنا كلية صارت الترجمة مدرسة الترجمة جزء كمان من كليات اللغات. في عنا إعداد نعم أكيد. في بالماستر عنا ترادكتور ريداكتور. عنا ترادكتور دو كونفرانس. غير الانتربريت. يعني عنا فرع ترادكتور دو كمانا. فكل الكورات اللي بنعطو بيساعدو طي عنا يعني دومان لترار بيشتغلو على النصوص أدبية. وعدد كومبينيزون يعني العربي فرنسي إنجليزي بالثلاث نواحي أزبت. شكرا لك دكتور حداد ومفائنا إن شاء الله بهالكونفرانس. نحن هناخد بريك وبعدها رح نتابع.